تستعد أوكرانيا لرفع دعوة قضائية ضد روسيا التي تستخرج الموارد الطبيعية من المياه الإقليمية الأوكرانية نائب وزير شؤون الأراضي المحتلة مؤقتا والنازحين هيورهي توكا أكد أنه بعد احتلال شبه جزيرة القرم استولت روسيا بشكل غير قانوني على أصول الشركات الأوكرانية في البحر الأسود وأشار إلى أنه يتم حاليا نهب ملياري متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا وأفاد أن حرس الحدود الأوكراني سجل مرارا وتكرارا وضعا غير قانوني لمنصات الحفر الروسية في المياه الإقليمية الأوكرانية بعد تلقي الأدلة وزارة العدل ووزارة الداخلية بسدد إعداد دعوة قضائية ضد الحكومة الروسية لإثبات الاستخراج غير المشروع للموارد الطبيعية من المياه الإقليمية الأوكرانية المعترف بها من قبل جميع دول العالم